من حوالي سنتين كان فيه واحدة عجوزة عندها سبعين سنة بينفزوا عليها حكم في اسم عبدين فلاقوا الرقم صغير يعني مش حالفين جنيه او تلات تلافين رقم محدود يعني فازاي دي هتخش وتتحبس سنة مثلا او ستة شهور او حتى تعارض في حكم او تعمل فظابط انا اتذكر اسمه انا افاكر كمان ده انا شفتها على صفحيتك كمان شخصية انتي كنت بتشيد بالموقف بتتذكر كان عقيد اعتقد كان نائب المأمور تليما احقاد الموقف حاجة جدend وكان التحرك كان في اتجاه نائب المأمور لكن التصرف نفسه كان لملازم اول او نقيب انا اأه انا افاكر انا اقوم ان ل signs ان اتنبقى اليك اسمه هزا الشاب الجميل يا رب افتكر اسمه احنا مع بعض حاليا في إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سينا في تكررهم لك أنا الدقاءة كلهم لنا ما بيتواصلوا معنا طول الوقت حتذكر الاسم اه مخبرة حضرتك هو شاف السيدة دي السبعين سنة دفع فلوس من جيبه وحفز زميله الأصغر والأكبر منه وجمع المبلغ والست دفعت الفلوس اللي عليها جابه للشخص اللي هو صاحب إيصاد الأمان أو صاحب الحكم وخد الفلوس وتنازل وخرجوا نفس الموقف ده ده ما تخش في قضية وتتسجل وتتدخل الدول داخل في خروج غريمات هو حل الموقف من بدل رقم طبعا عارفوا راتبتهم ايه يعني ممكن الفين جنيه دايقهم كلهم في داخلهم الشهري ده نعم خمسمين جنيه ها دايقهم طبعا اه مش أنفين حصل نفس الموقف من شهر أو شهر نص في البستين حملة رايحة حملة تنفيذ أحكام شافوا واحدة برضو قاعدة في بيتها لوحدها وعليها حكم نفس السيناريو حصل فهنا هنا أنت بتدور على ضمير الضابط صحيح ضميره مش عقله مش عقله بس ضميره وإنسانيته حط نفسه مكان الست دي زي دي قاعدة لوحدها مش معها حد مش معها ابن أو معها عيلة أو معها حد يقدر يشيل عنها أو يدفع الفلوس يدفع لها فنفس التصرف جمعوا مع بعض ودفعوا الفلوس للناس دي يمكن على برضو من أسبوع أو عشر تيام في الجيزة سيدة مريضة بمرض أعتقد اسمه داء الفيل أو حاجة اه تمام طبعا دي قاعدة تنتقل من مكان لمكان طبعا تجد حجمة سقطت من وقعت من من على اسررها فبوزها ما عرفش يتصرف ازاي وهو رجل كبير وهي ستة كبيرة فوق ستين سنة اتصل بالنجدة ورسلت لي قوة وشاله السيدة اللي وزنها كان يتخطى 300 كيلو متخيل المشهد عامل ازاي طبع